أرقام قياسية وصلت إليها معدلات درجات الحرارة في الشرق الأوسط وخاصة في العراق والكويت تجاوزت 50 درجة مئوية حيث تشهد الكويت موجة حر قوية تجاوزت فيها درجات الحرارة 54 مئوية بينما يقول خبراء في الأرصاد الجوية أنها تتجاوز ذلك في بعض المناطق فيما تصل درجة حرارة الأسفلت إلى 70 درجة مئوية وحذر الخبراء السائقين من ضرورة التأكد من سلامة إطارات مركباتهم قبل استخدامها بموازات ذلك شهد العراق ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية حيث تحدثت مصادر رسمية عن وفاة أربعة أشخاص بينهم طفلان جراء هذه الموجة فيما سارعت السلطات العراقية إلى تعطيل الدوام الرسمي ليومين حيث يعاني سكان المناطق الجنوبية من قساوة الطقس في ظل عدم التيار الكهربائي وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال هذين اليومين على العراق والكويت وبعض مناطق السعودية ستكون هي الأكثر ارتفاعا عالميا وعلى الجميع اتخاذوا إجراءات للوقاية لتفدي تأثير الموجة على صحتهم مهبراهيم العربية